حداء جديد نفذه مستوطن مستوطنة ميراف الجاثمة عنواتا على أراضي قرية جلبون شرق جينين بعد خروجهم من البوابات العسكرية المقامة في جدار الفصل العنصوري الذي يحيط بأراضي القرية باتجاه منازل المواطنين المحاذية له ليبدأوا بممارسة أعمالهم الوحشية تجاه ممتلكات المواطنين عبر إحراق مركبة تعود للمواطن نمر أبو الرب ودفئة زراعية للمواطن حسن أبو الرب اللي صار إنهم حركوا السيارة نزلوا على الدار وحركوا السيارة بيارة طلعنا الكيلة السيارة مدخنة هسينا دور حدنا كيلة كيلة بنزين وجبنا صرنا مي ونطفي فيها هذا اللي صار وحركوا الحماموت هذا وظلنا مراهين الحمد لله اللجت بالسيارة مجتش بالمال مجتش بالأيال واللي لو وقفتوا بحركوا 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 الدار أخرى والولاد شو يعني ومنذ ليلة أمس يصعد المستوطنون من أعمالهم الاستفزازية تجاه المواطنين وممتلكاتهم بعد خروجهم من المستوطنات الثلاثة وهي ميراف ومعالج البوع ويوشع التي تلتف حول القرية وتضيق الخناق على أهلها من خلال تجمهرهم بالقرب من منازل المواطنين وإطلاق الرصاص عليها بشكل مباشر ما دب الهلع والخوف والرعب في صفوف المواطنين لا سيما الأطفال توجهنا إلى الموقع وتم السيطرة بالسرعة الممكنة على إطفاء الحريق والعمل على التواجد ودعم للمواطنين لحمايتهم من تكرار مثل هذه الاعتداء هناك تخوف لدى الأهل القرية من تكرار مثل هذه الأعمال وهذا ليس بجديد عليهم وخصوصا أنه يلك الغطاء والحماية من الجيش الإسرائيلي يتم فتح البوابات ويتم النزول منها بطريقة آمنة إلهم ومقلكة ومؤلمة وفيها نوع من الرعب للمواطنين في قرية جلبون وبشكل مفاجئ اكتحم الاحتلال الإسرائيلي القرية وفرض حصارا شاملا عليها بعد إغلاقها ونصب حواجز عسكرية على مداخلها ومنع المواطنين من الدخول والخروج منها لتأمين الحماية للمستوطنين لممارسة أعمالهم الوحشية ضد المواطنين يحاولوا كطعا للمستوطنين بكل وسائلهم القمعية والعربدية ترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم وترويعهم لتنغيص الحياة عليهم وترحيلهم من أراضيهم لكن رسالتهم واضحة في هذه القرية الصامدة بأننا لن نركع أو نلين مهما كان الثمن من قرية جلبون الواقع إلى الشرق من محافظة جينين أمني بلالو تلفزيون فلسطين